في البداية بلبروح للأخبار في أمر الحقيقة في السوشيال ميديا بقالوا شوية كده حنما ما ينفعش كنا نتجاه له كان لازم نعلق عليه ألا وهو ما كتبوا ألا وهو ما كتبوا اللاعب الكبير طبعا اللي كان بلعب في نادي الزمالك السابق ورد وقت بلعب في نادي سيسكا صوفيا البلغاري وهو ريدا هيكل ريدا هيكل هو لاعب أيضا منتخب مصر للأسف أنا خش في الموضوع على طول ريدا هيكل نتدزل بسط على صفحته الرسمية بعد مباراة مصر وتونس في كرة القدم واللي خرج على إثارها مصر قبل النهائي في كأس العرب اللي تلعب في الدوحة بعد ما عمرو السولية بطريق الخطأ حط هدف في مرمى مصر حطوا صورة لعمر السولية استأذنكم يا جماعة أرادة للسادة المشاهدين عشان يجوها هي دي كتب بيقول من باب طبعا التحفيل أو يعني زي ما بيقول اللي بتقال دلوقتي أو من باب يعني السخرية من عمر السولية بيكاتبين بيقولوا عمر بو سولية يعني نص مصري ونص تونسي ده اللي كتبوا طبعا ولكن احنا بس محتاجين نعلق على هذا الكلام للأسف عندما يخرج هذا الكلام من لاعب لمنتخب مصر تبقى هنا المشكلة أولا اللاعب لمنتخب مصر هو تكليف قبل ما يكون تشريف وقميص منتخب مصر قميص شرف كبير لأي لاعب وزي ما قلنا تكليف قبل التشريف ودائما أبدا مصر فوق الجميع وأنا شرفت بارتداء منتخب مصر فوق الخمستاشر سنة يمكن خمستاشر سنة وأكثر لو دخلنا منتخبات الشباب أكبر شرف الحقيقة كلية أنا شخصيا هو ارتداء قميص منتخب مصر عمرنا في حياتنا ما حصل كده كنا بننسى كل انتماءاتنا داخل المنتخب لأن اسم مصر احنا كلنا تحت مظلة مصر أهل زمالك اتحاد اسماعيلي جزيرة أيا كان اللي كان بيلعب لمنتخب مصر فهو احنا كلنا وكنا بنلاقي لعبة الأهل والزمالك بيقودوا مع بعض في نفس الغرفة كل الكلام ده حصل معا إنما لما تأتي هذه الكلمات من لعب بيلعب في منتخب مصر طيب إزاي هيقدر يواجه أو يقدر يبص في عين لعبة النادي الأهلي اللي هما زماله اللي هيكونوا معاه في منتخب مصر أنت هنا عملت مشكلة الحقيقة كان من يومين برضو من ساعة المطش شوفنا صورة زيزو كابتن زيزو نجم نادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر وآدي الصورة التانية الصورة التانية وزيزو بيزق عمر السلية كابتن منتخب مصر أو قائد المنتخب وحامل شارة القيادة بيزقه من ظهر بيقوله ولا يهمك وبيدعمه داخل الملعب لكل نسل انتماءاته هنا في اللحظة دي وأشادنا واتكلمنا عن زيزو كل السوشيال ميديا وكل الإعلام أشاد بتصرف زيزو الأهلاوي قبل الزمالكاو ولكن لو حطينا الصورتين جنب بعض هتعرف الفرق وهتعرف مين اللي شايف أن مصر أو تشارة منتخب مصر هو الأهم هو الأكبر هو الأعظم وأنا بسأل هنا ردة هيكل يعني الحقيقة أنت عمرك ما أخطأت في رحلتك الاحترافية أو كريرك كالعيب فوليبول يعني كرة طائرة عمرك ما غلطت أكيد غلطت كلنا غلطتنا في مسيرتنا بيحصل غلطة هنا غلطة هنا بيتسبب عن أخسارة فريقك تحرك فريقك وتفر بيحصل إيه؟ بس كلنا بنتعرض لهذا زي ما الملعب بيقطع زي ما المدرب بيقطع زي ما الحكم بيقطع دي منظومة طيب الحاجة التانية هل أننا لما أطلع أحمل يعني أنا دلوقتي الهدف عندي أننا أحمل لاعب بيلعب للنادي الأهلي عشان أن ننتماء النادي الزمال لخسارة المباراة يبقى هو ده هم مئة مرة من أنا أبقى زعلان على خسارة منتخب بلدي يعني بس عايز الناس يعني هنا بتباني المواقف هنا بتباني المواقف أبداً وعمرنا ما كنا بندعو غير لمسنة منتخب مصر وهتلاقي ده وهتشوفه دايماً على شاشة قناة النادي الأهلي مش هتلاقي غير أن مصر هي الأهم وهي الأكبر وهي الأعظم وكلنا بنعمل ده عشان في الآخر اسمه مصر طيب حاجة تانية برضو عايز أقولها أنه هتتعامل إزاي رضا مع لعبة النادي الأهلي في منتخب مصر هتتعامل إزاي يعني دلوقتي لعبة النادي الأهلي اللي هم كابتنك وفيه ميوم لعبة يعني الحقيقة أساطير كبيرة هتتعامل معهم إزاي في منتخب مصر يعني هل لو لعب منهم غلط هل لو أنت غلط بلاش هل لو أنت غلط في منتخب مصر هتنتظر من لعب النادي الأهلي أن يحملك المسئولية وأن يزلك بوست زي ده صعب ما كناش ننتظر ده أبدا من لعب يلعب في منتخب مصر وبمثل مصر على المستوى الدولي وهو لعب يعني كرة طائرة للأسف إحنا جبنا النموزاجين لحضراتكم عشان تشوفوا الفرق وقال دي إحنا بنقدر اللي عمله زيزو ومش إحنا بس كل الناس بتقدر اللي عمله زيزو واللي قبله واللي قبله وكل واحد بينسى انتماؤه في مقابل تيشيرت منتخب مصر أو في مقابل أنه يلعب لمصر بكل قوة دي كانت القصة وحبيتها شارك حضراتكم بيها وشان تعرفوا إحنا إزاي رؤيتنا للأمور